ايها الفقيه الولي والقائد الابي والوالد الحبيب عاية الله الشيخ عيسى أحمد قاسم إليك نكتب بكل وجودنا وإيماننا ونقول يا سيدنا وحبيب قلوبنا أبا سامي شاء الله أن تنتحن بنا وشاء أن ننتحن بك وقد صدقت وبلغت وجاهدت وحفظت فينا ما أمرت الله بحفظه وعبرت بنا لوجة الجور والظلم بالصبر والهدى والمقاومة ووحدة الكلمة وأحسنت فينا البناء والتحصين والوعي بغاية الدين وبلاغ المرسلين وها نحن اليوم يا أبانا نمتحن به وقد عقدنا النية وأرسينا الخرار ورسخنا العز وحددنا المسار لن يهون علينا ديننا وإسلامنا لن نترك قيادتنا الربانية ولن نسلم محمدا وإن طالت بنا شعب أبي طالب ولن نترك المبيت في داره فدائيين ما دامت الأحلاف مقاسمة دمه ولن يخل تدوي عشقنا حول داره ولو حاصرتنا النبال وصوبتنا البنادق ولن نفون حرارة دم الحسين في قدوبنا بالخذان في امتحان هذا الزمان فإليك وبك نجدد البيعة والعهد ونقدمك فينا إلى الله ورسوله إماما وبرهانا أننا لسنا كبني إسرائيل في التهاون بحرمة الأولياء ولا نقول قولهم فاذهب أنت وربك فقاتل إنا هاهنا قاعدون لا والله يا سيدي ونحن أبناء أمير المؤمنين الذي يقول في سبيل الله ونسرة الحق والله لو لقيتهم فردا وهم ملء الأرض ما باليت ولا استوحش وأبناء الحسين الذي يأبى الله له ورسوله والمؤمنون من أن يؤثر طاعة اللئام على مصارع الكرام هيهات من الدلة هيهات من الدلة هيهات من الدلة هيهات من الدلة هيهات من الدلة